السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة اللغة الإنجليزية فيديو اليوم كما رأيتم في العنوان سيكون مراجعة لفرض الفصل الأول في اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة الثانية ثانوي جميع الشعب لنبدأ على بركة الله أولا لنبدأ بقراءة النص معا اقرأ النص ثم أنجز النشاطات في الماضي كانت الحافلات الأمريكية مقسمة إلى قسمين قسم للناس البيض وآخر للسود عندما لم تكن هناك مقاعد كافية للركاب البيض كان على السود تركوا مقاعدهم كانت السيدة تملك الشجاعة للدفاع عن حقوقها حقها في الحصول على مقعد في الحافلة كانت السيدة باركس في طريقها إلى المنزل قامت بالتسوق قليلا بعد العمل وكانت متعبة في الحافلة كانت جالسة في قسم الزنوج أي في قسم السود عندما صعد المزيد من الركاب استدار السائق كالمعتاد وقال قفوا في الخلف هناك يعني هنا يتكلم مع السود لأنهم يجلسون في القسم الثاني في الخلف يعني في القسم الثاني من الحافلة إذن إذن هو طلب منهم الوقوف حتى يجلس الأشخاص البيض وقف ثلاثة زنوج في الحال وقف ثلاثة من السود في الحال ظلت السيدة باركس جالسة قال السائق بصوت أعلى قليلا أطلب منك مجددا النهوض من هناك أطلب منك مجددا الوقوف في الخلف هناك يعني هنا يتكلم مع السيدة في الخلف السيدة السوداء ميسيز باركس يطلب منها مرة أخرى أن تقف حتى يجلس الأشخاص البيض مكانها يعني أنها تصرفت كما لو أنها لم تسمعه على الإطلاق لن تقفي سرخ قائلا حسنا سأتولى أمرك يعني سرخ قائلا لن تقفي حسنا سأتولى أمرك أوقف الحافلة ونزل واستدعى الشرطة أوقف الحافلة got off نزل من الحافلة and called the police واستدعى الشرطة بعد بضع دقائق سعد شرطي إلى الحافلة والسائق خلفه أشار السائق إلى السيدة باركس وهي لا تزال جالسة بهدوء في مقعدها The policeman didn't ask her to give up her seat لم يطلب منها الشرطي أن تتنازل عن مقعدها He just said or false خاطئة كانت روزا باركس إمرأة شجاعة إذا عدنا إلى النص هنا سنجد She was the lady with the courage to defend her rights يعني كانت السيدة تمتلك شجاعة للدفاع عن حقوقها إذن كانت إمرأة شجاعة شجاعة إذن روزا باركس was a courageous woman هذه العبارة true صحيحة العبارة التي بعدها The driver wanted her to sit in the white section أراد منها السائق أن تجلس في قسم البيض إذا عدنا هنا إلى النص نجد Stand up back there so these white people can have seats إذن ماذا طلب السائق منها ومن بقية السود في الحافلة طلب منهم أن يقفوا حتى يجلس الأشخاص البيض مكانهم إذن أرادها أن تقف وتظل واقفة طوال الرحلة حتى يجلس الأشخاص البيض أو الركاب البيض إذن هذه العبارة false خاطئة The driver wanted her to sit in the white section لا لم يريد منها السائق أن تجلس في قسم البيض إذن false خاطئة She took the bus to go to work She took the bus to go to work هل استقلت الحافلة للذهاب إلى العمل؟ إذا عدنا هنا إلى النص نجد Mrs. Parks was on her way home كانت السيدة Parks في طريقها إلى المنزل إذن لا لم تستقل الحافلة للذهاب إلى العمل ولكن لتعود إلى المنزل إذن هذه العبارة false خاطئة العبارة التي بعدها She immediately stood up when she saw the policeman She immediately stood up when she saw the policeman وقفت على الفور عندما رأت الشرطي إذا عدنا إلى النص هنا سنجد A few minutes later A policeman got on the bus with the driver behind him The driver pointed out to Mrs. Parks Still sitting quietly in her seat يعني عندما دخل الشرطي مع السائق إلى الحافلة وأشار السائق إلى السيدة Parks كانت لا تزال جالسة بهدوء Still sitting quietly في مقعدها إذن هي لم تقف على الفور عندما رأت The policeman إذن هذه العبارة false خاطئة العبارة التي بعدها The policeman stood up The policeman imprisoned Rosa Parks قام الشرطي بالسجن Rosa Parks إذا عدنا إلى النص هنا ماذا قال لها الشرطي في آخر جملة في النص He just said you are under arrest أنت رهن الاعتقال يعني اعتقلها يعني سجنها إذن هنا نقول هذه العبارة true صحيحة العبارة التي بعدها Negro passengers were well treated by white drivers يعني أن تمت معاملة الركاب الزنوج أو الركاب السود معاملة جيدة من قبل السائقين البيض طبعا هذا الشيء أو هذه العبارة خاطئة false وأن هذا النص كله هو مثال عن سوء معاملة البيض مع الزنوج أو مع السود وهنا مثلا في النص كانوا حتى ينتهكون جميع حقوقهم حتى أبسطها وهو حق مقعد في الحافلة كما يشرح النص وإذا حاولوا الدفاع عن حقوقهم كانت الشرطة تعتقلهم لانعدام المساواة والعدل بينهم وبين white people يعني بينهم وبين البيض يعني كان يتم سجنهم فقط بسبب لون بشرتهم السؤال الذي بعده أجب عن الأسئلة التالية حسب النص ما الذي طلب من الزنوج فعله عندما صعد المزيد من الركاب البيض إلى الحافلة؟ إذا عدنا هنا إلى النص سنجد كان يطلب منهم أن يتركوا مقاعدهم للركاب البيض إذا نكتب هنا بكل بساطة نقطة السؤال الذي بعده هل طلب السائق من السيدة باركس مغادرة مقعدها؟ أو التنازل عن مقعدها؟ إذا عدنا هنا إلى النص سنجد وهنا طلب منها مرة أخرى أن تنهض من مقعدها أن تترك مقعدها إذن هنا ماذا نقول؟ سائق من السائق من السائق من السيدة باركس أن تترك مقعدها؟ والآن السؤال الذي بعده لماذا أوقف سائق الحافلة الحافلة؟ طبعاً إذا عدنا هنا إلى النص سنجد يعني اتصل بالشرطة لماذا اتصل بالشرطة؟ اتصل بالشرطة وأوقف الحافلة حتى تعتقل الشرطة لأنها رفضت أمره ورفضت أن تتخلى عن حقها في مقعدها في الحافلة إذن هنا ماذا نقول؟ أوقف الحافلة للاتصال بالشرطة لماذا اتصل بالشرطة؟ حتى تعتقل الشرطة روزا باركس السؤال الذي بعده لماذا اعتبرت السيدة باركس إمرأة شجاعة؟ إذا عدنا إلى النص هنا سنجد تعتقل الشرطة تتقبل الظلم أو يمكننا أن نقول والآن السؤال الذي بعده إلى ماذا أو لمن إلى من تعود الكلمات التالية في النص أولا عندنا كلمة ون عندنا ون في الفقرة الأولى ون ساكشن for white people and another one for black ones إذن عندنا one وعندنا ones قلنا هنا لاحظوا one section قسم for white people قسم واحد للناس البيض and another one وواحد آخر for black ones للسود وواحد آخر ماذا نقصد هنا واحد one تعود على section يمكن أن نعودها بsection نقول أن النظر section وقسم آخر للسود أو نقول واحد آخر للسود إذن هنا one تعود على section نكتب هنا section الكلمة التي بعدها ones one section for white people and another one for black ones للسود ماذا نقصد هنا بones ones نقصد تعود هنا أو تعود على كلمة people بدل أن نقول one section for white people and another section for black people يعني قسم للناس البيض وقسم آخر للناس السود قلنا one section for white people and another one for black ones عوضناها بكلمات أخرى حتى نتفادة التكرار إذن هنا ones تعود على من تعود على people يمكن أن نعودها نقول black people white people black people إذن هنا ones يمكننا أن نكتب people والآن الكلمة التي بعدها him him في الفقرة الأخيرة a policeman got on the bus with the driver behind him the driver behind him والسائق خلفه السائق خلف من خلف a policeman خلف الشرطي إذن هنا نكتب him نتكلم عن the policeman السائق كان خلف الشرطي with the driver behind the policeman behind him إذن him تعود على policeman الكلمة التي بعدها you أو الضمير you he just said you are under arrest أنت رهن الإعتقال إذن you تعود على من نعم على rosa parkes أو mrs parkes إذن نكتب هنا rosa parkes أو mrs parkes السيدة parkes والآن لننتقل إلى أسئلة text exploration استكشاف النص find in the text the words opposite in meaning to the following ابحث أو جد في النص كلمات متضادة في المعنى للكلمات التالية أولا عندنا كلمة to stay to stay هو الفعل يبقى إذن عكسه في النص هو نعم هو to leave to leave the black ones had to leave their seats كان على السود أن يغادروا مقاعدهم أو أن يتركوا مقاعدهم إذن to leave يغادر عكسه to stay يبقى الكلمة التي بعدها لس لس أقل إذن نبحث عن عكسها في الفقرة الثالثة عندنا كلمة more when more white passengers when more white passengers more معناها أكثر less معناها أقل إذن عكس كلمة less هو more الكلمة التي بعدها sit down sit down نبحث عن عكسها أيضا في الفقرة الثالثة نعم عندنا هنا stand up stand up معناها قف عكسها sit down معناها إجلس fill in the following table إملأ الجدول التالي إذن هنا عندنا في هذا الجدول ثلاث خانات verb noun adjective فعل اسم صفة أولا ما هو الاسم الذي يمكن أن نشتقه من الفعل prohibit بكل بساطة نقول prohibition prohibition نضيف i o n والآن ما هي الصفة التي نشتقها من الفعل prohibit غالبية الأفعال في اللغة الإنجليزية إذا أردنا أن نشتق منها صفة يمكننا فقط أن نضيف إليها في الأخير the suffix ed نقول prohibited prohibited والكلمة التي بعدها to enable يمكن يمكن أن نشتق منها الإسم ability معناها القدرة ويمكن أن نشتق منها الصفة able أي able معناها قادر والآن الكلمة التي بعدها protection ما هو الفعل الذي يمكن أن نشتقه من الإسم protection نقول to protect يعني يحمي فقط ننزع i o an يعني هنا في الكلمة الأولى أضفنا بالسافيكس i o an وهنا فقط ننزع هنا نقول to protect حتى نحصل على الفعل والصفة نضيف ايدي نقول protected protected أو يمكننا أيضا عندنا صفة أخرى يمكننا أن نشتق ها من نفس الإسم وهي protected يعني يمكننا أن نشتق صفتان من هذا الإسم إما نكتب protected أو نكتب protective والآن الكلمة التي بعدها answer يعني سنسأل الأسئلة التي تجيب عليها الكلمات المسطرة يعني هنا عندنا الكلمات المسطرة هي الإجابة وسنسأل السؤال الذي ينتج عنه هذه الإجابة أولا عندنا أبراهام لينكون إذن ما هو السؤال الذي نطرحه حتى تكون الإجابة أبراهام لينكون من السؤال الذي نطرحه هو من عندما نقول من من ألغى العبودية أو ألغى الاسترقاقة طبعا في وجه نظر الأمريكي هو أبراهام لينكون إذن ستكون الإجابة أبراهام لينكون أبولش سليفري هو أبولش سليفري هو من إذن نسأل عن اسم شخص وهنا الإجابة ستكون أبراهام لينكون أبولش سليفري والآن الجزء الثاني من الإجابة هو 1864 ماذا نسأل حتى تكون الإجابة 1864 حتى نحصل على هذه الإجابة إذن سنسأل متى وان نقول وان دي أبراهام لينكون أبولش سليفري متى دي أبراهام لينكون أبولش سليفري هنا ستكون الإجابة أبراهام لينكون أبولش سليفري لإستعادة السلام إذن هنا ماذا نقول عندنا تو تو معناها لي لي يعني سنذكر السبب إذن نقول السؤال سيكون why لماذا تبذل الأمم جهودا إذن الإجابة ستكون nations will do efforts to restore peace حتى تستعيد السلام إذن why will nations do efforts لاحظوا معي هنا مع كلمة الاستفهام when وكلمة الاستفهام why أضفنا auxiliary بين كلمة الاستفهام والفاعل بين when وأبراهام لينكون وبين why وناشن عندنا auxiliary هنا عندنا auxiliary to be in the future هو will to be in the future will إذن بما أن auxiliary أصلا موجود في الجملة فقط نقلناه من مكانه هنا ووضعناه قبل الفاعل بين الفاعل وكلمة الاستفهام لكن هنا في هذه الجملة لا يوجد auxiliary إذن أضفنا من عندنا auxiliary to do وto do ماذا فعلنا to do صرفناه في زمن الجملة هنا زمن الفعل الأساسي في الجملة abolished في مصرف in the past في الماضي إذن هنا قمنا بتصريف the auxiliary to do أيضاً في الماضي نقول did ووضعناه بين كلمة الاستفهام والفاعل ولا ننسى بما أننا صرفنا the auxiliary to do في الماضي في زمن الجملة إذن ننزع التصريف من هنا نقول when did Abraham Lincoln abolish slavery ننزعه من هنا نضعه هنا ننزع التصريف من هنا زمن الفعل the past ونضعه هنا in the auxiliary نضع نصرف the auxiliary in the past أما بالنسبة لكلمة الاستفهام who لا نحتاج أن نسبعها ب auxiliary إذن بكل بساطة نقول who abolished slavery موسيقى complete the passage with words from the list whereas crops death in some developed countries they burn crops صحيح to keep up their prices whereas in poor countries people starve to death إذن في الدول المتقدمة في بعض الدول المتقدمة they burn يحرقون ماذا؟ يحرقون crops المحاصيل to keep up their prices هنا عندنا there هو ضمير يعود على الجمع إذن نعرف أن الكلمة التي سنضعها هنا نضعها في الجمع وعندنا هنا كلمة واحدة في الجمع وهي crops إذن فورا نضعها هنا whereas في حين أن whereas في البلدان الضعيفة يموت الناس جوعا بمعنى يتدورون جوعا يموت الناس جوعا وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية فيديو ليهم أتمنى أن يكون عنالة على إعجابكم واستفدتم منه ولو بالقليل لا تنسوا أن تدعموني باللايك وأيضا اشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد وأراكم في الفيديو القادم إن شاء الله إلى اللقاء جود باي وحظا موفقا للجميع ترجمة نانسي قنقر